ده بالموضوع الأول موضوع مؤسسات الرياضة مؤسسات الرياضة هذا واحد من المستجدات لإصلاح تربوي الذي تقوم به الحكومة في مجال إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا هذه المؤسسات الرياضة هو مشروع وبرنامج مهيكل الذي استهدفه تحسين عملية التعلم عبر ماذا؟ عبرات لا تدي الأبعاد الأساسية كل بعد المرتبط بالتلميذ عبر اعتماد مقاربات وطرق جديدة في التدريس خاصة مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب ثم مقاربة علاجية تعنى أيضا بالدعم التصربوي وأيضا مقاربة وقائية تهتم أو تنصب على التدريس الفعال خلال محطة اكتساب المعارف لأنك تعرفوا بأن في العمر للتلميذ هناك محطات معينة يجب إما أن يكتسب فيها هذا التلميذ المعارف التي سوف يحتاجها أو أنه لقدر الله ما ياخدهاش وهذا هو اللي يؤدي إلى المغادرة ويؤدي إلى الهضر ويؤدي إلى كده المحور المرتبط بالأستاذ هو المحور اللي فيه تسير ظروف الاشتغال عبر تزويد الأطور التربوي الإدارية بالجهزات الرقمية وبالموارد البيداغوجية وأيضا عبر المواكبة عن قرب من طرف المفتيشين التربويين وأيضا عبر التكوين ومنح الإشهاد النظري والعمالي لفائدة الفارق البيداغوجي وأيضا عبر يعني اعتماد أو الاهتمام أكثر بمجال التكوين والتكوين المستمر المحور المرتبط بالمؤسسة هو الذي يهتم بتحسين ظروف الاستقبال بالمؤسسة التعليمية من التأهيل من النظافة من يعني تزويد القاعات بمختلف الجهيزات التي تحتاجها هذه المؤسسات ووضع موارد مالية رهن إشارات المؤسسة التعليمية تخويل علامة مؤسسة الريادة من طرف الجناء المركزية تقوم بتخويل هذه العلامة لفائدة هذه المؤسسات وبالفعل بدأت الحكومة في تفعيل هذا الورش منذ هذا الموسم الدراسي الحالي 23-24 حيث تم الانطلاق بـ 1-626 مؤسسة تعليمية عمومية استفاد منها تقريبا 1-322 ألف تلميت هم الآن يستفيدون تقيمات لتعملات مختلف تقيمة تعملات تقيمة داخلية طرف الوزارة وتعملات تقيمة خارجية وسيف يتم القيام بتقيمات أخرى من طرف مؤسسات تعنى بقضايا التعليم والطربية ببلادنا كل هذه التقيمات شنو أعطت؟ أعطت أنه تقدم جد ملموس في مستوى المتعلمين والمتعلمات بهذه المؤسسات وذلك بفضل العمل التعاوني للفارق الطربوي لأنه المؤسسة دريادة كتولي تشتغل بمختلف أطقومها سواء كانت الإدارية والطربوية والهدف وأنهم يرفعوا من المستوى دي المتعلمين إذن في ظل هذه المعطيات الإيجابية لتسجلة لحد الآن سوف يتم الانطلاق في تعميم هذه المدارس دير الرياضة وبشكل متدرج بدينة سنة الماضية بستمية حوالي ستمية مؤسسة 626 سنمشون الألفين مؤسسة دائما في الابتداء في الدخول الدراسي المقبلة 24-25 على أساس أنه إذا وصلنا لهذه الألفين على الستمية التي لديها هي 2600 مؤسسة سنكون تقريبا وصلنا لـ 30% من عدد المتعلمين في السلك الابتدائي حوالي 1.300.000 وسوف يتم الاستمرار في هذا المصار للتدرج وفق التعميم في سنة الموسم الدراسي 27-28 على المستوى الإعدادي سوف يتم الانطلاق السنة المقبلة يعني الدخول المدرسي المقبل نبدأ بواحد العدد معين من المؤسسات في أفوق أننا نوصلوا للتعميم في سنة 2028-2029 إذن هذا المرسوم الآن اللي تمت المصادقة عليه في مجلس حكومة اليوم تيوضح كيف يمكن أن يتم منح هذه اللابيل دي العلامة مؤسسة الرياضة وأيضا الليجان التي تتدخل في هذا الموضوع من أجل متابعته ومواكبته في أفوقي كيفما قلت أننا نعمموه نعمموه